لا توظيف ولا تسيب بشركة الخطوط الجوية الجزائرية من الآن فصعداً وتحقيق معمّق وتقارير مفصلة حول أسباب تأخر الرحلات الجوية وفوضى المطارات هي تلك التي طلب بها الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد عبد بودربالا من بداية المراقبة التقنية للمركبة إلى غاية إقلاع الطائرة من المطار وهو لجراء الذي فرضته التأخورات الكبيرة التي شهدتها رحلات الشركة والتي أثارت فوضى واستياء كبيرين لدى المسافرين هذا التحقيق من شأنه أن يكشف الخلل البوجود في التسيير والمسؤولين عن الفوضى في الرحلات بالجوية الجزائرية قبل أن تلجأ الشركة إلى طرح مخطط تطوير المؤسسة وعصرنتها بداية من سبتمبر الداخل كما ستطلق المؤسسة برنامجاً تكوينياً مكثف لعمال شركة الطيران لتحسين أدائهم وتقديم خدمات ذات مستوى للمسافرين بودربالا قطع الطريق على الرغبين بالالتحاق بأكبر شركة للطيران في البلاد بعد أن أكد أن التوظيف غير والد حالياً باعتبار أن الشركة لها عمالها بالكم المطلوب وما يحدث من تأخورة في الرحلات لأي سبب كان سيتم معالجته هذا وقد كشفت بعض التقارير السابقة أن مؤسسة الجوية الجزائرية توظف عمالاً أكثر من احتياجاتها باشتغال ثلاث موظفين مثلاً في منصب واحد فما هو سبب الفوضى في الرحلات يا تورا؟ وهل سيتمكن بودربالا من تحسين خدمة شركة لطالما علقت انتقادات لاذعة؟